بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الله مخفر الأبي و أمي و أمات المسلمين أجمعين أهلا بك و ناتي كل ستاة نوار و حماد و النهاردة هنعمل مع بعض الطبقة الجميل ده حاجة ده فخمة جدا 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 محتاجين صدور فراخ مبقطع مقعبات صغيرة هنعمل تدبلة البناء العادية أي تدبلة البناء أنت معتمدة أنا هنا حطت البيض مع الدقيق مع التوابل المختلفة ملح وفلفل وبابريكا وحبة من الكوركو زي ما أنتم شايفين كده ممكن تزوده أو تقليلي زي ما تحبي وده هندربهم بالمضرب النودلز الصيني بتتباع غالية جدا جدا في المطاعم اللي بيروحوا بقى أي هايبر بيبقى دايما فيه مطعم كده الأكل الصيني اللي علبة بتاعتهم بتبقى مكلفة وفي الوقت نفسه ما فيهاش حاجة ما بيكونش فيها أربع أو خمس كطاع فراخ على بعضهم دلوقتي هنحط الزبادي كمان بحاول أصفيه على قد مقدر من المية دول ثلاث معالي كبار وهنحط دقيق لغاية ما يبقى القوام بتاعنا ايه تقيل كده شوية بس الأول هنقلب الزبادي مع بعضه نبدأ بقى نحط النظيف دقيق ودرجة المتصاص الدقيق للسواع اللي بتختلف من النوع للتاني فاحنا هنحط دقيق لغاية ونقلبه لغاية ما يبقى القوام بتاعنا قايم كسيف دي كده التدبيلة بتاعت البنيه اللي انا تدبيلت بيها الفراخ اللي انا هعملها مع النودلز طبعا ممكن تشيل التدبيلة دي كده كلها على جنبه خالص وتعملي ببيضه بقصوماته مرة واحدة والتدبيل بملح وفرفل يعني اي طريقة مش هتفرق ادي شكل الفراخ متقطع بالشكل دوت هقلبها في التدبيلة واسيبها شوية وبعد كده هبنبدأ نقليهم بالطريقة العادية خالص بس لازم تكون متقلبها كويس عشان تشرب من كل التدبيلة اللي معانا عايز اقولكم تدبيلة الفراخ ديت بتعملي بيها يعني احلس كلوب رهيب 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 طعمه حلو قوي نخش بقى على الخطوة اللي بعد كده وانحنا نحط البقصومات ونبدأ ايه نقلبه فيها الانسة الصغيرة بس حاولت انها تشارك انا بحب استخدام بقصومات ناعم ومعها كيس او اثنين فيجتار بحب استخدام الفيجتار بس لانه بيبقى فعلا تكلفته عالية والبقصومات اللي هوا الفينو المطحون في البيت عادي جدا اي فينو بيتبقى ونطحنه ونحط عليه البهارات بتاعتنا وبيبقى شغال حلو لكن النجحة بتاعت الفيجتار والنعمة بتاعت زيادة بتخلق البناء او الاسكالوب بيبقى طعمه احلاب كتير نحط بقى كمية زيت كده نظيفة ونبدأ ايه نعمله دي كده الشرايح المكارونا الشرايح اللي انا استخدمتها بقى فيه منها النوع الملكة دلوقتي مش لازم تجيب النودل الزغالية عشان اسلقها تبقى بطولها زي ما هي اول ما هي بتغلي بحط المكارونا وقفة كده وهي كل ما بتغلي بتبدأ ايه تتزحلق حبة بحبة لغاية بتنزل كلها هنحمر القطع الفراغ في زيت غزير وتبقى منفضينها كويس بس من البقية البقسمات اللي عليها عشان الفتافيت دي بتحرق الزيت وبتغير الطعم بتاعها بس كده ما شاء الله لونها كلها دهبي منورة هطلها على مناديل وهنبدأ بقى نكمل الخطوة اللي بعد كده ديه المكارونا خلاص اتسلقت المكارونا الشرايح اللي بتعمل منها النودلز ممكن تستخدمي مكارونا زباكتي برضو ما فيش مشكلة خالص هنحتاج ثلاث حاجات اساسيين معانا الكاتشاب السياسوس والنشا الثلاث حاجات دول هنعمل بيهم التركيب الاساسية للنودلز الصيني محتاجين بقى الخضار بتاعنا ده فلفل الوان وفلفل اغضر وبصل وقطعة من الطوم الصغيرة هنستخدم تشكيلة الخضروات ديت مع المكارونا ومع الفراغ بس انا عملت كل واحد على حيضة لوحده وانت تقدري تعمليهم كلهم مرة واحدة فهنشوف الكمية اللي اتعملت بها نص كيلو الفراغ لان فيه ناس ممكن تحب تاكل الفراغ لوحدها كده تعملها ساندوتش او تاكلها مع رز بنشوح الخضار كويس ودي قطعة الطوم مش تشويحة لدرجة ان هو يدبل احنا عايزينه بالقرمشة بتاعته زي ما هو يعني يدوبك حاجة بسيطة كده بعد كده بحط ربع كباية من السياسوس وربع كباية من الكاتشاب وهاجي بقى على النشا هدوب معلقة كبيرة من النشا في نص كباية من المياه هدوبها كويس وبعد كده هقلبها معيه مع الخضار احنا ممكن عند الخطوة دية نعمل ضبل للخضار ونعمل يعني نزود الخضار يبقى كمية اكتر للخضار مع السياسوس مع الكاتشاب مع النشا وتبقى هي مرة واحدة بس عملنا السوس بتاع الخضار الصيني دوت اللي هنقلب فيه الفراغ وهنقلب فيه بعد كده المقارونة بس انا خليت كل واحد لوحده وحطينا ملح وفلفل بس ما حطناش اي توابل تانية ولا اي نكاهات النكاه بتاعت السياسوس لوحدها هي كفاية بتدي الطعم الاكل الصيني طبعا معروف دول جنوب شرق اسيا السياسوس بانواحها دي حاجة اساسية عنده هنحط الفراغ بقى ونقلبها ده شكلها بقى ليه لوحدها كده حكاية والله ضعمها يجنن نفس كمية الخضار زي ما قلت لكم بس دي في الحل اللي اما سلقت فيها المقارونة وهعمل نفس الترتيب بالزبط عشان كده بقول لكم احنا ممكن من الاول نعمله مرة واحدة بس عشان المقارونة ممكن تتاكل لوحدها وصراحة في الخضار بتاع المقارونة انا زودت بس جزر شريح جزر نقطتهم صليصات كلها كده تبقى رؤيقة وقى دي المقارونة بتاعتنا وهنقلبها معاهم كده الاكلة بتاعتنا بقت جهزة تعالوا نشوفها كده لما شربت من لصوص لون المقارونة تتطعم ونكهة وطبعا مكملات غذائية رائعة اتمنى الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم ما تنسوش تدعمونا وبلايك وكومنت حلو زيكم ويستنونا في فيديوهات تانية وندي كل الستات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدي